تتواصل توجيهات القيادة السياسية بالاستفادة من موقع مصر الجورفي الفريد على البحرين الأحمر والمتوسط ووجود أهم ممر ملاحي عالمي فيها وهو قناة السويس وتستهدف توجيهات الرئيس السيسي أن تكون مصر محركا للتجارة العالمية وأن تكون كافة الاستثمارات بقطاع الموانئ وتنمية ظاهيره باستثمارات مصرية على أن يتم طرح تلك المشروعات للإدارة والتشغيل مع القطاع الخاص المصري اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة